اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الفاعل عندي ضربة والفاعل هنا علي والفاعل مرفوع بالضمة حركة الفاعل اللي هي الرفع وحمزتها هو المفعول به شن نوعه هنا اسم ظهر اما بالنسبة للمثال التاني يوسف شكره المعلم يوسف شكره المعلم الفاعل شنو انا لما نعادي نعرب نعادي نباحث في اول حاجة الفاعل ترتيب الزملة الفاعلية عندي فاعل زايد فاعل زايد مفعول هذين هذا الترتيب الاصلي هذا الترتيب اللي هو اللي هو مفروض يكون تكون عليه الزملة الفاعلية السنان عاد ايش طبعا في حالات انه يتقدم المفعول على الفعل والفاعل وفي حالات يتقدم الفاعل على الفعل ممكن يجين الفاعل قبل الفعل ممكن يجين المفعول قبل الفاعل ممكن يجين المفعول أول حاجة الشي هذا وارد وبعدين نحن نحكو فيه نتعمق فيه أكثر بالنسبة للترتيب الأول ما يشي ترتيب صح فعل ضربة والفاعل عليه والمفعول اللي هو حمزة في المثال الثاني لما تبي تشوف تبدأ بالجملة الفعلية أول حاجة عندي ساكرة وانا نبدأ بالفعل قلنا بعدين شكره المعلم هذه الجملة الفعلية هذه كلها عندي جملة الفعلية لما تبي تعرف شكرة تبي تقول فعل الها الها هذه اللي لصق فيها شكره الها الصغير المربوطة هذه شنعربها ضمير متصل في محل نصب المفعول به ضمير متصل في محل نصب المفعول به هنا شفت عندي جاني فعل بعدين مفعول بعدين فاعل في الحالة هذه السبق المفعول الفاعل هذه أول حالة من الحالات شكره المعلم المعلم نعربها فاعل مرفوع بالضم عادية بالنسبة للمثال الثالث إياك نعبد نوقفه لعنده هنا هكي إياك نعبده لما تبي تعرف الجملة اللي كيف هذه قلنا منيش تبدأ تبدأ من الفعل تعدي وين الفعل هو نعبده إياك مش فعل نعبده وتوقف لعنده بكيف أنا مش فهم حاجة الكلام مش الجملة ما يستم ما نعبده كيف تقول لي أنت تونيه تعالي نقول لك نعبده هنا الفعل نعبده فعل فعل مضارع الفاعل ضمير مستتر تقديره نحن من اللي قام بالفعل نحن الذين قمنا بالفعل نحن الذين نعبد ولا لا المفعول به شن المفعول به ضمير مستتر يعود على إياك من إياك هو الله عز وجل تلما تقول إياك نعبده فمن تخاطب تخاطب الله عز وجل لتقول إياك نعبده وإياك نستعين يهدينا الصراط المستقيم أنت تسأل في الله عز وجل فأنت لما تقول إياك نعبده ولما تبي تبدأ الإعراب من كلمة نعبده المفعول به هيكون ضمير مستتر يعود على إياك فعل قلنا نعبده الفاعل ضمير مستتر تقديره نحن المفعول به ضمير مستتر يعود على إياك وهذه الجملة الفعلية نشوفه في الجدول هنا أول مثال ضرب علي حمزة الفعل ضرب الفاعل علي المفعول حمزة ما النوع المفعول اسم ظاهر هنا المفعول اسم ظاهر وصريح حمزة لا ضمير لا شيء بالنسبة الثانية مثال شكر المعلم عفوا يوسف شكره المعلم الفعل لهو الشكر شكر الفاعل المعلم المعلم هو اللي شكر المفعول به لهو الها الها اللي هي الضمير يعود على من يعود على يوسف اللي هي الها الصغيرة هذه ترد على يوسف صحبنا خلاص شنوع المفعول ضمير متصل شكره ضمير متصل تصل في من تصل في الفعل يعود على يوسف آخر مثال لهو إياك نعبد وإياك نستعين الفعل نعبد الفاعل ضمير مستتر تقديره نحن المفعول به إياك إياك اللي هي زتني سبقتني الفعل النوع المفعول ضمير مستتر يعود على إياك التي تعود على الله عز وجل بالنسبة للمثال التالت المثال التالت المفعول سبق الفعل والسبق الفعل جاتني إياك هنا مفعول بعدين نعبد اللي هي فعل تقديره نحن الفاعل اللي هو ضمير مستتر تقديره نحن المفعول سبق الاثنين اللي هي إياك هذه الحالة التالت القاعدة شنو تقول عندي المفعول به اسم يدل على ما وقع عليه فعل والفاعل كيف الكلام هذا المفعول من اسمه زي ما قلت في بداية الفيديو اسم يدل على ما ما وقع عليه فعل والفاعل أنا حاجة درت عليها الفعل أنا الفعل ودرت فعل علي شيء أو علي شخص الشيء أو الشخص هذا هو المفعول به بالنسبة للرقم اثنين قال لك يكونوا اسماً ظاهراً أو ضميراً متصل أو ضميراً منفصل يا يقعد اسم ظاهر ويكونوا في موقعه يجي في مكانه زي أول مثال يا يقعد ضمير متصل ويجيني كيف تاني مثال اللي هي الهام تعشكرها المعلم يا يقعد ضمير منفصل ويجيني كيف تالت مثال اللي هو إياك نعبده تالت تالت شيء في القاعدة قال لك حكمه النصب وعلامة نصبه الفتحة دائماً 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 وحط عليها خطين المفعول به علامة نصبه الفتحة علامة نصبه الفتحة هذا في الاسم المجرد كيف حمزته ضربة علي حمزته أنا كيف عرفتها مفعول أو أو شن حكم أنها قعد مفعول النصب اللي في الأخير اللي هو اللي على التامر بوضة ممكن يقعد جامع مذكر سالم مثلاً نقول لك رأيت المسلمين المسلمين مفعول به المسلمين اللي هي مثلاً نقول لك المسلمين رأيت المسلمين المسلمين ما تقول لش الفتحة اللي فوق النون علامة نصب المفعول به لما يكون جامع مذكر سالم تكون علامة نصبه الياء جامع مذكر سالم إيش يرفع بالواو ويزر وينصب بالياء لما يكون عندي مثنى لما يكون عندي مثنى رأيت الصبياني أو رأيت المسلماني رأيت المس لماني هنا لما يقعد عندي مثنى يرفع بالألف ولما يقعد عندي جامع مذكر سالم يرفع بالياء ويكون مبني في غير في مواضع غير هذا يقعد مبني زي مثلاً كاني مثال عندي متاعش يوسف وشكره المعلم شكره تقول لي ضمير متصل مبني في مبني على الضم في محل نصب المفعول به هذه إعراب الضمير المتصل ونكون وكملنا اليوم لعندهنا أول درس اللي هو المفعول به بإذن الله نتعمقوا في المفعول به أكثر نأخذوا مواضع التقديم والتأخير بعدين نأخذوا المفعول المطلق طبعاً الأربع أنواع الأخرات المفعول المطلق والمفعول لأجله والمفعول معه والمفعول فيه ماهنش كيف المفعول به المفعول به ممكن عميق شوية ممكن نأخذوا فيه أكثر من حصة بس اللي خلط إن شاء الله هي قاعدة نخفاف ونكمله المفعول ونخصه على نائب الفعل وإن شاء الله نكمل معاكم لعن نهاية المنصر